حيث أنت هذه الحزب الله ينعى اثنين من مقاتليه بالإضافة إلى استهدافات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية صحيح الزاهر ضمن قواعد الاشتباك ما تزال المواجهات على الجبهة الجنوبية لكن هناك زيادة في الاغتيالات والاستهدافات لسيارات ودرجات نارية الاستهداف الأخير في كفر رمان أسفر عن عدة إصابات وأنباء عن وقوع شهيد يحمل الجنسية السورية كان هذا الاستهداف متوجه نحو دراجة نارية لكن كان هناك سيارة في الطريق وكانت الإصابات ممن كانوا في هذه السيارة في بلدة كفر رمان أيضا سبقوا استهداف في بلدة كونين لم يوقع إصابات واستهداف بلدة شقرة الذي أسفر عن شهيدين نعهما حزب الله وإصابة طفل بجروح جراء الشضايا الساقطة من الصاروخ حزب الله كان نفذ العديد من العمليات في إطار الرد على اغتيال بلدة شقرة أخرها ما أعلنوا قبل اللحظات استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حذب يارين والتجهيزات التجسسية في موقع العباد أيضا استهداف ثالث في موقع الراهب لتموضع الجنود اليوم كان قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف تجمعا للجنود في موقع الراهب والمرة الثانية يقول أنه استهدف تجمعا للجنود وكان قد استهدف دبابة مركافة في محيط موقع الراهب قال الحزب في بيانه بين قوسين أن هذه الدبابة اقتربت من موقع النيران حزب الله يريد إرسال رسالة ربما من هذا البيان أنه كما كان قد نقل الأمين العام لحزب الله أنه إذا أطلت الدبابات على الحدود ستفقد دباباتها ولن تواجه نقصا فقط في الدبابات أيضا كان أحد البيانات اليوم قد وضح أنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الملكية هذه التجهيزات كانت قد ركبت حديثا ما يزال حزب الله يريد التثبيت أنه قادر على رصد المواقع المراقبة التي تركبها حديثا وهي مواقع مستحدثة قال الحزب في بيانه أن هذا الموقع قد أصابه قبل ولكن هذه التجهيزات التجسسية التي ركبت مؤخرا قام باستهدافها مجددا اليوم حتى هذه اللحظة هناك ثماني عمليات من قبل حزب الله ما تزال في إطار قواعد الاشتباكات مع زيادة في وطيرة الاستهدفات التي تؤدي إلى اختيالات وعادة ما يكون الرد قاسي من قبل حزب الله عليها يأتي هذا في معتزامنا مع تصريحات سياسية ومحاولات لوصول إلى تهدئة منعا لتصعيد الأوضاع أكثر على الجبهة الشمالية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أجرى العديد من الاتصالات قبل قليل أعلنت السراية أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري وأكد ميقاتي لوزير الخارجية المصري أن الحال يكون باتباع والالتزام بالقرار 1701 وكان أيضا قد استقبل اتصالا من وزير الخارجية البريطاني الذي حتى جميع الأطراف على وقف التصعيد هناك العديد من السفارات التي أبلغت رعاياها على أبلغتهم بضرورة مغادرة لبنان في غضون توفر رحلات تجارية وسفارة الأمريكية كانت قد أبلغت رعاياها لمن لا يريدون مغادرة لبنان بالاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة وربما هذا مؤشر على مواجهات قد تستمر لأيام في الأيام القادمة بالإضافة إلى إلغاء وتأجيل عدد من الرحلات لخطوط شركات الطيران العالمية زهد